اسأل معنى اسأل معنى اسأل معنى اسأل معنى أهلا بكم في برنامج اسأل معنى حيث نستضيف السيد طارق جوهر المستشار الإعلامي لبرلماني إقليم كردستان العراق للوقوف على موقف إقليم كردستان من قضايا إقامة كيان كردي في سوريا والعلاقة بين أربيل وأنقرة إضافة إلى قضايا أخرى مرحبا بكم على أثير راديو أوريانت سيد طارق بداية كيف يمكنكم مواءمة التحالف مع القيادة التركية رغم الاعتراضات الكثيرة من أنصار حزب العمالي الكردستاني لكم لأنكم تعملون ضد أبناء قوميتكم أولا أريد أن نوضح بعض الأمور لأن سؤالك ربما كان سؤالا شموليا حقيقة حكومة إقليم كردستان والقرمان الكردستاني أيضا ساند ونظار الشعب الكردي سواء كان في الكردستان الشمالية أو في الكردستان الغربية أو في غربي كردستان بتحقيق حقوقهم الديمقراطية والقومية فيها بين الجزئين ويساندون ويدعمون النظار الديمقراطي في إمام لا يوجد أي مشاكل حقيقية بين الحزب الديمقراطي أو الإخوة في غربي كردستان مع أغلبية ساحة في حكومة دفلين كردستان وبرلمان كردستان بالعكس الفرلمان الكردستان سوتوا من أجل إحصار أقوات العسكرية إلى كوباني وصندوا إخوانهم الشرانان في غربي كردستان من أجل تحرير كوباني ودحر داعش فيها لذلك لا يوجد أي مشاكل وهناك علاقات والصحيح كانت العلاقات التاريخية منذ 92 حد الآن شهدت بين حين وآخر جزء من الاقتتال الكردي الكردي في كردستان العراق مع حزب العمال الكردستان مع الأسف ولكن بشكل عام لا يوجد حالياً أي صراع مسلح بين هذه الأحزاب خاصة الحزب الديمقراطي ربما هناك نوع من المشاكل بين الحزب الديمقراطي والحزب العمال الكردستاني وبربي كردستان ولكن بشكل عام ولكن أحزاب رئيسي أخرى في حكومة أقوات كردستان وفي فرلمان كردستان مثل التغيير والتحاد الوطني كردستاني والحزب الاسلام والاتحاد الإسلامي والجمال الإسلام ليس لديهم مشاكل بأن إذا كان هناك مشاكل هي مشاكل بين الأحزاب وليس بين المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان مع النضاء الشعب الكربي في كردستان تركيا وفي غربيه الكردستان أستاذ طارق كل هذه الأحزاب التي ذكرتها ترى أن الطرف الآخر الأكثر نفوذا في إدارة الإقليم وهو حزب الديمقراطي الكردستاني تمادى في العلاقة مع تركيا واضعا بحسب أحد التوصفات كل بيضه في سلة أنقرة إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ دعم أعتقد بأن من مفتحة الأحزاب الكردستاني وحكومة الأقليم والمستقر الرسمية أن لا ترى كل بيضه في سلة دولة واحدة وأن لا تكون العلاقات مع دولة شارع لإقليم كردستان على إحساب الدول الأخرى لأن كل الدول لها تأثير ولها بعد استراتيجي على إقليم وتأثيرات على مستقبل إقليم كردستان وما يجري من تطورات إقليم كردستان لذلك علينا أن نحافظ على التوازن في بناء العلاقات السياسية والاقتصادية بين إقليم كردستان وهذه الدول وأن لا تكون العلاقات هذه على حساب النظار الشعب الكردي في كل جزء من أجزاء كردستان بالعكس ربما العلاقات هذه يجب أن توضح من أجل دعم السلم للشعب الكردي لنظارها السلمي والديمقراطي في هذه الأجزاء وأن تلعب الدور الوسيط بين الحركة الكردية في كل جزء من هذه الأجزاء مع الحكومات التي قسمت الكردستان عليها وهي تركيا وإيران وأيضا في السابق كان النظام السوري ولكن المفرح هو أن غربي كردستان تحررت وربما هناك نموذج آخر لإقليم كردستان تفررت في سوريا وبشكل آخر وربما بالرغم من كل التحديات التي واجهتها إلا أن البناء التجربة الديمقراطية الفتية على أساس الفيدرالية أو على أساس الإدارات الداتية للزنزيونات يعني ازدهرت وربما ترسخت دنائها بشكل جيد وهناك دعم وإسناد دولي لمضال الشعب الكردية في غربي كردستان ونتمنى أن تترخص أكثر وأن تستفيد من الأخطاء التي وقعت فيها التجربة الكردية لإدارة الحكم في إقليم كردستان وأن لا تتكرر الأسواعات الداخلية الكردية الكردية في غربي كردستان وبالحكس يجب أن تقف كل الأحزاب الكردستانية في غربي كردستان لتساند التجربة وتساند الإدارة الذاتية لغربي كردستان طيب هنا السؤال أستاذ طارق أن التنافس التقليدي بين التيارين التقليديين يتحكم بالقرارات السياسية تيار يدعو إلى تغييب المصلحة الذاتية للإقليم فيتمسك بضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع تركيا وهناك تيار آخر يرى بأن التحالفات الكردية الكردية العابرة للحدود أهم من ذلك كله وبالتالي يتعين وثقا لذلك أن يربط الإقليم علاقته مع تركيا بشكل علاقته مع المال الكردستاني أعتقد بأن ربما الجغرافية السياسية فرضت نوع من الإرادة على ممارسة نوع من السياسات وربما السلوك السياسي ظهرت على الساحة وربما مشهد السياسي في إقليم كردستان لأن تقرأ لها قراءات ربما لن تكون دقيقة لأن الشعب الكردي في إقليم كردستان والتجربة في إقليم كردستان بدأ في 62 سن بمشاركة الحزبين الرئيسي من الاتحاد الوطني كردستاني والحزب الديمقراطي وحصل على المقاعد البرلمانية بمقاعدة 50 مقاعدة برلمانية من أصل 150 مقاعدة لذلك هم شاركوا في بناء هذه التجربة سوية ولحد الآن هذا التوازن لم تختل وربما بقت ولكن هناك ربما بعض اختلاف في السياسات وفي التوجهات بين الحزبين في كيفية تقديم الدعم لنظار الشعب الكريم في أجزاء أخرى من كردستان الاتحاد الوطني كردستاني وربما سياستها كانت واضحة خلال السنة الماضية دعمت النظار الديمقراطي لحدد في تركيا أيضا للحوار بين الحكومة الكردستانية والحكومة التركية وأيضا لنا نسأل أن فقامة الرئيس طارداني في فترة تسعين ضعب دورا كبيرا ومهما في إعلان الحزب العمالي في ثاني الهدن مع الحكومة التركية برئاسة وزارة في حينها وتكررت هذا الأمر أكثر من مرة بجهود من فقامة الرئيس طارداني وأيضا في السنوات الأخيرة ضعبت القيادات من الحزب العمالي والحكومة التركية ولكن مع الأسفة في الفترة الأخيرة هناك تراجع في التوجه نحو حوار من الأقراط في تركيا من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول عن ذلك؟ أعتقد المسؤول الرئيسي يؤود إلى عدم تركيا واضحة وعدم تقناعة كامة لدى السلطة في تركيا بحرحلة المشاكل الكردية هناك عن طريق حوار وهم كانوا يخافون أيضا من زيادة نفوذ الحزب الكردي هناك الحزب الكردستاني هناك في تركيا الذين حققوا مقاعر ترلمانية كثيرة في الانتخابات قبل إعادتها لذلك أرددان ربما أراد أن يضع حدا للتموحات الكردية هناك وأن لا تفتح المجال لهم لكي تتقدم إلى الأمام النظام الديمقراطي للشعب الكردي في تركيا لذلك بدأت بشم حملة أسكرية جديدة على الحزب العمال الكردستاني وعلى المدن الكردية الرئيسية بسي ديار بكر وغيرها من المدن ناكسيا بأن الأفطراع المسلح بين الحزب العمال الكردستاني والشعب الكردي في تركيا مع الجيش التركي لم تأتي بنتائج جديدة وربما التجارب السادقة أثبتت فشل الإكتب المسلح في قل المساكل للقوميات والمضاد الشعوب لا ننسى بأن النظام صدام أيضا أبادت الشعب الكردي في العراق لكن بالنتيجة النهائية الشعب الكردي حققت الديمقراطية وحققت تجربة إقليم كردستان وذهبت النظام إلى مزلة التاريخ في العراق وحكمت صدام بالأدام في العراق ولكن الشعب الكردي بقية صامدة لذلك أعتقد أن الخيار الأفضل في تركيا هو العودة إلى الحوار بين الحزب العمال والحكومة التركية وأيضا لا بد أن تجري التركيا حوارا جدا مع بيادة حزب العمال سواء كانت في قنبيل أو مع دعيم الحزب في التجن عبدالله الجران ويجب أن تسمح لعبدالله الجران بحروج من التجن لأن القرار ربما ما زالت قرار الحسم لنغار الشعب الكردي هنا ما زالت بياد حزب العمال وبياد الحزب عبدالله الجران قرار غير ديمقراطي وهذا هو أحد القرارات التي استفزت الشعب الكردستاني الذين صوتوا لاختيار نوابهم للبرلمان التركي وهذا تؤكد نوايا الحكومة التركية ونوايا سيدة البرغان بأنهم ليسوا صادقين في نواياهم تجاه حل القضية الكردية ولكن دولة تمارس الإرهاب لحق الشعب الكردي هناك كما مارست البرغان بإرهابا ضد الشعب الكردي بالإبادة الجماعية بالإنطالات بالإنطالة لذلك سيدة البرغان عادت هذه الذكرة للشعب الكردي في تركيا فأعتقد بأن الحزب الكردي يجب أن تخترم في تركيا وأن تسمح تركيا بدخول الحوار الجديد مع الحزب العمال الكرساني لا نسى بأن حتى سيدة البرغان نفسه قبل أكثر من خمس سنوات دخلت في حوار جات مع الحزب العمال الكرساني إذا كانوا إرهابية هل ستكونوا إرهابيين في حوار جات لأنهم يعرفون بأن قضية الشعب الكردي وعلى القضية الكردية يجب أن تمر عبر أنبيل وأيضا عبر إمرالي عن طريق الزعيم الحزب عبد الله وجل أعتقد بأن حزب صالح مسلم يمثل أكراد سوريا أعتقد بأن حزب سيد صالح مسلم هي أيضا أحد الأحزاب القضية الكردية التي يتناهب من أجل قضية الشعب وحققت مكاسب كبيرة للشعب الكردي في سوريا قبل هذا الحزب لم تكن هناك بالرغم من وجود حركات سوريا وأحزاب تاريخية في سوريا وأحزاب كردية ولكن على أرض الواقع لم يكن هناك أي تأثير على الواقع بتحقيق طموحات الشعب الكردي على الأقل الأخوة الغربي كردستان سيد صالح مسلم حققته كمكاسب كبيرة في الأخيرة القليلة وأيضا واجهوا داعش بشجاعة كبيرة وحصلوا على دعم وإصناد دولي من أمريكا وأوروبا الغردية وحتى روسيا إذلك أعتقد بأن التجربة الكردية في غربي كردستان تسير على طريق الصحيح ويحتاج إلى أن تكون هناك علاقات طيبة وجيدة بين أعقلين كلسان وغربي كلسان من أجل مصطحة الشعب الكردي وهناك مصالح مشترك أكثر من نعم سيد طارق هل تهجير العرب القتال إلى جانب النظام الانتهاكات التي جرت بحق الكرد أنفسهم في غرب كردستان هل هذه مكاسب جيدة حققها الصالح مسلم الصالح مسلم حقق نتائج كبيرة ومكاسب كبيرة للشعب الكردي وحركته هناك واعتقد بأن حتى المعارضة السورية التي تبدأ بأنهم ينظرون من أجل إفقاط أسد ليس لديهم أي نواية أو أي برنامج لدعم قضية الشعب الكردي وحل القضية الكردية على أساس مشاركة الشعب الكردي مع العرب في سوريا في بناء سوريا جديد بمفاهة على أساس لكن الأكراد جزء من العملية السياسية الأكراد جزء من العملية السياسية وهم موجودون داخل ائتلاف الوطني لا برعكس ربما الذين هم داخل المعارضة السورية لا يمثلون أسرية الشعب الكردي هناك ويحتاج إلى أن تكون هناك البيت الكردي في سوريا بيتا موحدا بمشاركة الأحزاب الأخرى الذين لديهم مقارات في أقليم قرسان ويجب أن تكون لديهم حوار مع سيد طالح المسلم وحركته وإدارات غرب الكمسا من أجل أن يشاركوا في هذه الإدارة لأن مصطحة الكرد تقتضي أن تكون موحدين في مواجهة مصير سوريا مستقبل سوريا كيف ستكون وكيف ستكون دول الكردي في عادة رسم الخارجة السورية المصطحة تقتضي بأن تكون هناك حوارا جديا بينهما وأن لا نتدخل نحن في إدارة كردستان أخرى في أقليم كردستان يجب أن نقف في مسافة واحدة بين كل أحباب الكردية في سوريا ويجب أن نقدم لهم الدعم والإسناد والإرشادات من أجل عدم تكرار الأخطاء التي وقامنا نحن في أقليم كردستان خلال التسعينات من القرن الماضي لم تجبني عن عمليات التهجير التي قام بها حزب صالح مسلم في سوريا لم أسمع سؤالك جيدا تهجير العرب تهجير العرب أستاذ طارق لا يوجد تهجير العرب في مفكرة ومخيلة المناضيين القرد الحافيين في سوردستان سواء كانت في سوريا أو في تركيا أو في العراق حقيقة هناك أكثر من دليل تؤكد بأن الشعب الكردي لم يكن شعبا انتقاميا تجاه المكونات الأخرى أصلا القضية الكردية هي قضية الشعب الكردي مع الحكومات والأنظمة التي تحكمت كل أجزاء من أجزاء كردستان وليست مع الشعوب التي بخارج إرادة استهلت من قدال الأنظمة الديفتاتورية التي اطلعت الشعب الكردي بموارسة انتهاكات بحق الشعب الكردية لذلك لا يوجد تهجير هناك بالعكس هناك تهجير موارسة لحق المناطق الكردستانية سواء كان في غربي كل سنة أو في كردستان عراق سياسة التعريب تهجير تهجير ديمقرافي معرفة نظام طبام ونظام أساس السابق لذلك ما يطالب به الأخوة في كوريا هو إعادة الحق لأقاضي المعافقيين بعدم بقاء سياسة التهجير الديمقرافي والتعريب في المراقبة التي كردستانية تعرضت إلى هذه السياسات الغير إنسانية وغير المنطقة طب هل ترون بأن التحالف مع قوى غربية عن المنطقة كروسيا وأمريكا هم من التحالف مع قوى وطنية في سوريا والعراق أعتقد أن التحالف مع كل الأحزاب الرئيسية سواء كان في العراق وفي سوريا يجب أن تكون على أساس الاحتراب من يؤمن بقضية الشعب الكردي يجب أن نتعامل مع هذا الطرف سواء كان هذا الطرف إقليميا أو دوليا من لا يحترم إرادة الشعب الكردي وحق الشعب الكردي في المشاركة ويكون شريك حقيقي في الدولة السورية القادمة فأعتقد أن من حق الشعب الكردي أن يكون علاقات وإبناء أفقاد على أساس الاحترام وعلى أساس الحصول على الدعم الدولي هذا حق يجب أن تمارس بشكل عادل ومفتف ويجب أن تحترم إرادة الشعب الكردي مع الأساس ما زالت هناك من يعتبر نفسه معارضا للنظام السوري ما زالت أفقار وهي أفقار ربما يتفق مع أفقار النظام البعث في سوريا وفي العراق بالضبط من القضية الشعب الكردي لم نسمح بأن هناك قيادات المعارضة السورية التي تدعي بسوريا جديد لديها إيمان عميق بقضية الشعب الكردي وبحقوق القومية للشعب الكردي وبالفيدرالية للشعب الكردي وحتى الحكم الذاتي للشعب الكردي في سوريا طيب أستاذ طارق هل تعتقد بأن هذا الوقت هو مناسب وقت مناسب للحديث حول هذه المواضيع يعني الحديث عن المستقبل في سوريا المرحلة المستقبلية لا يتم الحديث عنه الآن بالعكد يعني ربما أعتقد مفتحة الدول الكبرى هي التي تفرض حتى على المعارضة السورية بالتعامل مع الواقع هناك قضية السورية خرجت من يد السوريين ربما بشكل كبير هناك دول عظمى تتحكم في الأجندة السورية وفي الخارقة السورية وما يجري في الساحة السورية بسروروسيا وأمريكا وصراعهما على الطاقة وعلى النقوف في منطقة هي التي تتحكم في كيفية التعامل السوري فأعتقد أن منطقة الشعب الكردية تقتضي في هذه المرحلة أن تكون البيت الكردي في ذربي كردستان موحدا أن تكون هناك حوار جديد بين من يأتي السؤال في أقلين كردستان من الأحزاب الكردية السورية وإضاء من يحكم في ذربي كردستان يجب أن تكون هناك لغة الحوار وأن تكون هناك مجال واسع أمام مشاركة كل المتلنات وأن تترم إرادة الإدارة الذاتية التي بنيت هناك وأن لا يتم الطعام في هذه الإدارة لأنها بنيت على أساس النظال المسلح وبنيت بدماء الشعب الكربي الذين قدموا التطبيعات كبيرة خلال الخمس أو ست سنوات الماضية وأيضاً يجب أن تكون السياسة وستراتيجية موحدة بين الكردستان الكبرى في سوريا وإراق وتركيا وإيران يجب أن تكون هناك القيادات الكردستانية للحزاب الكردستاني رئيسي أن تشخمه وأن تضع ستجه جديدة في تجهة التعامل معه مستقبل المنطقة لأن المستقبل المنطقة هي مستقبل غامل قابل للتجهيات دراماتيكية ربما بحاجة إلى أن تحضر الكرد في كل أجزاء من أجزاء الكردستان نفسها من أجل مواجهة التحديات وأن تحقق الحقوق القومية للشعب الكردستاني في الملحر القادمة نعم ست طارق لكن هل يؤقل أعلان الفيدرالية من طرف واحد في شمال سوريا ونرى ما يحدث الآن في سوريا ضمن أي حق تعلن هذه الفيدرالية كثير من السوريين قالوا أنه عندما يتم الانتهاء من موضوع بشار الأسد يتم التطرق إلى مستقبل سوريا يكون هناك استفتاء وهذا الاستفتاء يعرض على الشعب والشعب هو من يقرر في النهاية لا صالح مسلم ولا غير صالح مسلم لا بالعكس أنا أعتقد أن هناك تجربة سبقة يا سيدي من أعطاه الحق؟ من الذي أعطاه الحق؟ أعتقد أننا الفيدرالية في 1992 من طرف واحد من طرلمان كردستان القرار في اخيار النظام الفيدرالي للعلاقة بين بغداد وقليم كردستان بعد ذلك أرأت المجتمع الدولي والدول الأقليمية بأن هذا الواقع الجديد التي بنيت في 1992 في قليم كردستان لم تكن في شكل خطرا وتهدد مصالح هذه الدولة بالعكس كانت هناك مرحلة سحبت فيها حكومة عراقية نظام صدام إداراتها لذلك الجدد الكردستاني لجهد الانتخابات وهذا نفس الشيء الذي عمله الإخوة في سوريا وفي غربي كردستان بقيادة سيد صالح مسلم عندما شكلوا إدارات ذاتية والكانتونات هناك وبعد ذلك أعلنوا النظام الفيدرالي طبيعي أن تعلن هذه المناطق الدراسية التي هي أساسا كردستان أن تختار قبل كردي فيها ما يراه مناسبا في إدارة مناطقه سواء كان على سات الإدارة ذاتية أو حكم ذاتي أو الفيدرالية وبعد أن يتم التغيير في سوريا ويتم ترتيب الأوراق فيها يجب أن تقر الحكومة السورية القادمة من يحكم في دمشق يجب أن تقر بالحقوق القومية للشعب الكردي وما أقرته الشعب الكردي والقيادة الكردية في غربي كردستان شيء طبيعي وأعتقد أن في بداية ربما لم تكن هذا التأييد الدولي لغربي كردستان بشكل مطلوب ولكن بعد مرور الوقت وبعد الدور الكبيرة التي لعبوه اشتر ظهان والغربي كردستان والإدارات ذاتي هناك في دهب داعش وفي دام الجهود الدولية لدهب داعش أعتقد أن هناك واقع جديد وطردت الإدارة الذاتية في غربي كردستان وفي درادية غربي كردستان نفسها على الواقع وأصبحت على الدول المنطقة أن تحترم هذه الإدارة الذاتية وأن تتعامل معها كإدارات أمر واقع ولا يتم تغيرها إلا بقرار من الشعب الكردي هناك أستاذ طارق يعتبر البعض بأنكم استغليتم الفرصة في محاربة تنظيم الدولة لرسم حدود جديدة للإقليم سواء في غرب كردستان أو في شرقه هل هذا صحيح؟ ليس صحيح وإنما فقط جزء كبير من المناطق الكردستانية التي كانت صاقطة كانت سادخاً بيد السياسات الأنب المتعاقبة التي كانت تمارس التعريب والتعجير وتغير الديموغراف في سوريا أو في العراق عادت إلى أقل كردستان فيما يتلك بإقليم كردستان المناطق كانت من قوات التشمرجة منذ 2003 بإسقاط النظام شاركت قوات التشمرجة في تحرير موصل وفي تحرير سنجار وفي تحرير كاركوب وخانفين وربما حتى في بغداد كانت هناك قوات التشمرجة ساهمتها لذلك هذه المناطق أصلاً كانت مشاركة القوات التشمرجة المتواجسة منذ 2003 لحد الآن داعش ربما ساهمت في ترتيح هذا الواقع لأن قوات التشمرجة لم يحر في مواجهة داعش كما فعلتها الجيش العراقي بل بالعكس قامت ودار داعش ومنعت داعش من الاقتراف قرحة الكردستانية وهذه المناطق هي كردستانية أساساً وليس على حساب القوميات والمكرونات الأخرى ولن نقوم بتغيير الديموغرافي بالعكس هي المناطق التي أساساً جيشياً وجغرافياً هي كردستانية عادت إلى إقليم كردستان ويتم حمايتها من قبل قوات التشمرجة وهذه المناطق الكردستانية التي كانت تعرضت من قبل الأنظمة المتعاقدة وخاصة النظام البعض في سوريا هي المناطق التي الآن ديت الإخوة في داعات الفيدرالية في ثربي كردستان كيف أستاذ طارق ومن الآن بدأنا نسمع من قادة في حزب صالح مسلم بأنهم سيضمون الرقة للفيدرالية؟ والله هذا الأمر يعود إلى الأخوة في ثربي كردستان كيف يعني؟ ربما تحرير الرقة وغيرها من المناطق هي تجري الآن على أرض الواقع بالتهسيق والتعاون بين الشربانان وقوات الغربي كردستان مع التحالف الدولي وربما إذا كان مصطحة التحرير في سوريا والخضاء على داعش تقتضي بأن تبقى رقة ضمن الإدارات ذاتية في ثربي كردستان فهذا شيء طبيعي يعني إلى مرحلة أخرى لأن تبقى في ثربي كردستان أفضل من أن تبقى وكرا للإرهاب وبيب أعداء الديمقراطية وأعداء الشعب الكردسيها ولكن ليس يعني بقاء الرقة بيت قوات الشربانان لا يعني بأن هذا يعني الحق الرقة بجغراسية بقرين كردستان ولكن بشكل أحرام ربما التحالف الدولي يستعامل مع الواقع الواقع هو أن الشربانان وقوات الشربانان وقوات القدية في غربي كنسان هي التي تدور المحاربة ضد داعش وهي التي تحقق انتظارات ذلك هم يتقوم بهذه القوات ويأتمنون أن تستمر قوات الشربانان في مكافحة داعش وفي لعب دور محوري في المحاربة داعش كقوات دولية تمثل التحالف الدولي السيد طارق جوهر المستشار الإعلامي لبرلماني إقليمي كردستان العراق شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة شكرا لك أهلا وسلم اسأل معنا اسأل معنا اسأل معنا